يبدو ان الخلافات بين ميليشيات الحوثي وقادتها في مناطق سيطرتها تزداد بوتيرة متسارعة وتظهر على السطح برغم محاولات التكتم العميقة بنهب المال العام والتعامل بعنصرية مع بقية المحافظات خاصة فيما يتعلق بمسألة صرف الرواتب التي تحمل كيادات الميليشيات الحوثية الحكومة اليمنية والتعالف العربي مسئولية صرف المرتبات كشماعة امام انصارها للتفرد بسرقة المال العام بعيدا عن قسمة اتباعها ومن شوهد الادعاءات ولا كذيب التي تروج لها ميليشيات الحوثي بمسئولية صرف المرتبات على عتق الحكومة اليمنية والتعالف العربي اتهام مؤتمري صنعاء المدعو صادق امين ابو راس لقيادات ميليشي الحوثي بحرمان الشعب في مناطق سيطرتها من حقوقه ومن رواتبه وتسخير الاموال لصالح فئة معينة من الميليشيات وخاصة ممن ينتمون الى صادة وايضا ما اعلنه قيادين بارس في الميليشيات اضرابه عن الطعام نيابة عن من سمهم بالجوع وذو المظالم والحقوق يدعى صادق ابو شوارب الذي يضرب عن الطعام لمدة 24 ساعة تمهيدا لتنفيذ اضراب مفتوح عن الطعام للضغط على جماعته باجراء تغييرات وصفها بالجذرية عبر حسابه على موقع اكس واشهد العديد من النخب والكتاب في صنعاء ومحافظات الشمال بالخطوات التصعدية تجاه قيادات ميليشيات الحوثي بسبب الفساد المستشري رافضين الاستعلاء والتجبر من ميليشيات الحوثي على كل من يطالب بالرواتب وان الميزانية تسمح لخوض الحروب ولا تسمح لدفع الرواتب وتسمح للموت والخراب والدمار ولا تسمح للحياة في المقابل تحاول قيادات ميليشيات الحوثي ان تسيطر على هذا التصيد من قبل اتباعها من خلال الهجوم المباشر اذ وصف احدهم اضراب القيادية الحوثي عن الطعام بالخطوة غير الجديدة لكون ملايين اليمنيين مضربين عن الطعام اجباريا منذ سنوات عقبة الانقلاب والحرب حيث باتت اسر يمنية تتناول وجب الطعام واحدة في اليوم والبعض الاخر يسخر من هذه الخطوة التصيدية هذا الحراك من اتباع الانقلابيين وتصيدهم تجاه قيادات ميليشيات الحوثي بصرف حقوقهم وصرف رواتبهم ما هو الا دليل واضح وصريح على الاكاذيب والادعاة التي تروج لها بان الحكومة اليمنية والتحالف هي من تتحمل صرف الرواتب كي تستمر في استغفال اتباعها ونهبهم ناهيك عن نهب الدولة وتعقيد ملف السلام لتستمر بثرائها على حساب جوع اليمنيين